اشتركوا في القناة 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 خلال المباراة امام البرتغال مشيرا الى ضرورة نسيان هذا اللقاء والبدء في الاستعداد للمواجهة المقبلة وقال المسترر في تصريح صعفية كان هناك تركيز في بداية اللقاء وارتكبنا اخطاء امام المرمى بكل صراحة لم نقدم المستوى الذي كان ينتظره الجمهور المغربية اتمنى ان نصحح الاخطاء في المباراة المقبلة التي ستكون حسمة ووصل المسترر المنتهب البرتغالي كان قويا وتفوق علينا طيلة اللقاء ونعتذر للجمهور وسنعمل على تصحح الاخطاء يشار الى ان المسترر هو مسجل هدف المنتخب المغربي الوحيد امام البرتغال تعرف على منافسي وموعد المباراة المقبلة للمنتخب الوطني في كأس العالم داخل القاعة احتل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة المركز الثاني في المجموعة الخامسة من نهائية كأس العالم التي تجرى اطورها باوز باكستان براسد ست نقاط جمعها من فوزين وهزيمة وكان المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة قد انهزم بنتجة اربعة اهدف الواحدة في المباراة التي جمعتها اليوم الاحد بالمنتخب البرتغالي وسيواجه المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في الطورة من نهائي منتخب ايران متصدر المجموعة السادسة بعد فوزه على فرنسا بأربعة أهدف لواحد حيث ستجل المباراة يوم الخميس السادس والعشرين من شتنبر الفين واربعة وعشرين بداية من الساعة الخميس ونصف عصرا بالتوقيت المحلي الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت المملكة المغربية الدولي والمغربي سوفيا رحيمي يقود فريق العين الإماراتي لفوز كاسح أمام نظره أوكلاند ستين يوزيلاندية اكتسح فريق العين الإماراتي نظره أوكلاند ستين يوزيلاند بسدسية مقابل هدفين في إطار الدور الأول من بطولة أنتر كونتينتال وجاءت سدسية العين عن طريق فابيو كاردوس وسيكو بابا غساما وماتيوس بلاسيوس وصفيا رحيمي هدفين وكاكو في الدقائق السادسة والحدية عشر والخمسة والأربعين والثمين والسبعين والثانية والتسعين والرابعة والتسعين وسهم الدولي المغربي سوفيا رحيمي في قيادة فريقه لفوز كاسحين وتألق في المباراة بعدما دخل كبديل في الدقيقة الستين ليتمكن من تسجيل الهدفين الرابع والسادس لفريقها في الدقيقتين الثامن والسبعين والرابعة والتسعين وسيلتقي العين الإماراتي في الدور الرابع النهائي مع الأهل المصري وذلك يوم التاسع والعشرين من أكتوبر القدم ويشارك العين في كأس القارات بعدما توج بطل لبطولة دور أبطال أسيا الفين واربعة وعشرين على حساب افسي مارينوس الياباني حيث وجه أوكلاند باعتباره بطل دور أبطال أوقيانوسية ثلاث مرات متتالية وبهذا الفوز يضرب الفريق الإماراتي موعدا مع الأهل بطل دور أبطال إفريقيا على اصطاد القاهرة الدولية يوم التاسع والعشرين من أكتوبر المقبل إن شاء الله ومن المقاررة أن يلتقي الفائز من مواجهة العين الإماراتي والأهل المصري مع الفائز من المواجهة التي ستجمع بين بطل أمريكا الجنوبية وباتشوك المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم 11 من دجمبر المقبل إن شاء الله ومن المرتقب أن تجرى المباراة النهائي يوم الأربعة الثامن عشر من دجمبر والذي يصادف الدكرة السنوية الثانية لنهاء كأس العالم قطر 2022 وستقام البطولة السنوية للأنديات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بنظام جديد تتخلى له منافسة قائمة بداتها تشمل مواجهة بين أبطال مختلف الاتحادات القارية الستة وستكون هذه هي المرة الرابعة التي يأخذ فيها الأهل مواجهة أمام فارق إماراتيا جديد بالذكر أن كأس العالم بنظامها الجديد ستقام صيف سنة 2025 إن شاء الله بمشاركة 36 ناديا